من جديد يحبط الجيش الأردني محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات القادمة إليه من سوريا نحو ستمائة قطعة حشيش وستة ملايين وخمسمائة ألف حبة كيبتاغون ونحو ألفين حبة كابسول مخدرة من نوع لاريكا يقول الجيش الأردني أنه ضبطها بحوزة المهربين الذين أصيب أحدهم وفر الباقون باتجاه سوريا ضريبة كبيرة يدفعها الأردن من جراء عمليات التهريب التي تتجاوز أراضيه إلى كل الخريج العربي وما بعده بعد أن حول الأسد بالتعاون مع ميليشيا حزب الله وميليشيا الحجد سوريا إلى دولة كبرى بتصنيع المخدرات ومعبر لها من جانبها تشير مؤسسة جيمس تاون الأبحاث إلى أن هذه التجارة هي بوابة لوضع إيران قدما لها في الأردن بعد بسط نفوذها على الحدود الجنوبية لسوريا وبدء عمليات تغيير ديمغرافي وطائفي هناك كبداية للتأثير على الأردن نفسه الذي يقع على مفترق طرق مهمة بين بلاد الشام والعراق والخليج العربي على الجانب الموازي لا يبدو أن روسيا تكترث كثيرا بهذه التجارة ولا بالتوسع الإيراني في جنوب سوريا طالما أنها تستطيع التأثير على ميليشياتها التي تساهم بتمويل النظام السوري وتشكل ضغطا على أمريكا ودول الخليج العربي كمكسب إضافي لدعم حربها في أوكرانيا ويرى مراقبون أن تجارة وتصنيع المخدرات التي ازدهرت في سوريا برعاية النظام وضباطه تأتي في إطار عملية تقودها روسيا وإيران لإعادة تدويره اقتصاديا توازيا مع محاولات إعادة التطبيع مع الأسد السياسيا وهو قرار سيكون له تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة وعلى الحكومات نفسها التي سيتطلب منها بعد إعادة العلاقات معه جهدا مضاعفة في حماية أراضيها ليس من خطر الكبتاجون فقط بل من خطر الكريستال أيضا وهو مخدر أخطر من سابقه بكثير